خسارة وكارثة كبيرة تتعرض لها أمال ماهر تعرضت المطربة أمال ماهر إلى كارثة وخسارة فنية كبيرة تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والعالم العربي بعد حريق استوديو ليلة حيث تسبب الحريق في تلف المادة الخام لألبومها الجديد الذي أشرفت على الانتهاء منه وتسبب الحريق في خسارة مادية كبيرة وكدية على كل محتويات المواد المغزونة بالألبومات الجديدة الخاصة بعدد من المطربين من بينهم أمال ماهر وحسام حبيب حقيقة التجاهل محمود عبد العزيز حضور جنازة حماتو تم تداول خبر يفيد تجاهل الفنان القدير محمود عبد العزيز حضور جنازة حماتو الأولى وهي جدة نجلي محمد وكريم محمود عبد العزيز فيما نفيا مصدر مقرب من محمود عبد العزيز في تصريحات صحفية وأكد المصدر حضور الساحر للجنازة ولكنه ظل في العربية لعدم هجوم المعجبين عليه حالة صحية حرجة تواجهها أنجيلا جولي لتداول المواقع الفنية الأجنبية خبر إدخال النجمة العالمية أنجيلا جولي إلى المستشفى وذلك بعد حالة صحية حرجة عانت منها بسبب فقدان لعديد من الكيلوغرامات أنجيلا وفقا ما قيلة وصل وزنها إلى 35 كيلوغرام ويحكي أنها عانت من فقدان الشهية في الأشهر الستة الماضية هذا هو المرض النفسي الذي تعاني منه نيلي كريم تعاني النجمة نيلي كريم المرض نفسي يدعو كاتا تونيا وبالعربية يسمى الجمود أما أعراضه تتمثل في التخشيب والتصلب وإضطرابات السلوك المريض وتعصيب العضلات هذه هي الشخصية التي ستجسدها نيلي كريم في مسلسلها الرمضاني الجديد سكوت حر وتدخل نيلي كريم خلال أحداث المسلسل مستشفى الأمراض العصبية والنفسية بعد قتل زوجها وشقيقتها في حادث غريب إصابة عنيفة لداليا البحيري تكبرها على ملازمة المنزل تعرضت الفنينة داليا البحيري لإصابة عنيفة أثناء تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل يوميات زوجة مفروسة المقرر عرضه في شهر رمضان حيث تعرضت داليا البحيري لكسر في قدمها اليسرى وتم تداول سور داليا البحيري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي عند الطبيب بعد وضع قدميها في الجبس وجلسها على كرسي متحرك في غرفة الطبيب المعالج هكذا غنى نجم كرة القدم العالمي لوائل الكفوري انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم برشلونة السابق ولاعب نادي تشيلسي الإنجليزي الحالي في كرة القدم سيسك فابريغاس وهو يحاول غناء أغنية بحبك أنا كتير للنجم اللبناني وائل الكفوري وبكده بكون انتهت نشرتنا الفنية كانت معكم وجيدة عبدالطيف من أخبار اليوم ترجمة نانسي قنقر